المخ بتاعنا مكون من ملايين الخلايا الخلايا العصبية ملايين الخلايا العصبية دي ما بينها الترابطات الترابطات دي بقى بتوصل لمليارات الترابطات فيه ناس بتقدرها بتقولك لو انت عديت عدد زرات الكون المعروف عدد الترابطات ما بين خلايا العصبية تقريبا ادها في المخ الواحد فتخيل معايا كده ان الخلية العصبية الواحدة لو حصل فيها اصابة هيحصل مشكلة في الايه? في الاتصالات اللي ما بينها وبين الخلايا التالية. اهلا بكم في جديد وانا قصرت اقول بودكاست عشان ده مش هيبقى زي فكرة الفيديوات العادية لانا كنت بعملها. ده هيبقى بودكاست وده اول بودكاست عمله. وان شاء الله هنتكلم على موضوع الشرر الدماغي هو طبعا موضوع كبير جدا. تمام? اه فجبنا حد اه متخصص في مجال اللاجة الطبيعي للاطفال دكتور ابراهيم سالم طبعا اغلبكم معارفينه. بقسم اللاجة الطبيعي للاطفال وجرحتها. اه فان شاء الله الفيديو يعجبكم. ويلا بينا. زيك يا دكتور احمد ايه? تمام? الحمد لله. ايه يا ببارك? الحمد لله. اول سولة اسأله لك. ايه اللي خلاك تبدأ في مجال الاطفال? هو بصراحة الموضوع ما كانش في دماغي اوي. اه لما انا كنت طالب في كلية العلاجة الطبيعي. اه الحمد لله كانت تأديراتي في الكلية كانت كويسة. ماشا الله. يعني كنت خريج جامعة القاهرة. اه ام. وانا كنت في الراوند بتاع اورثو كنت خررت ان انا يعني ايه هتخصص في السبورتس رهبريتيشن. لان انا كنت جبت في الراوند ده تأديرات حلوة. وساعتها ما كنتش بذاكر عشان اه ان انا مسلا ايه انا ا буду انجح في الامتحان. اتجبت ادراعيت حلوة في امتحان . بالعكس كنت بنذاكر بنعمل انها من انا عاوز عندي معلومات جديدة. فكنت بروح اشتري مراجع من بره. واقرأ فيها بالاضافه الي كنا بناخده في الكلية. مش بهدف ان انا ا احل في الامتحان كويس ولا بتاع ب угتال بهدف الامification. يعني او نوع انك معلومات او. او اردت حاجة مسلا في المنهج يلي احنا بنذاكر وفيه جوزة يعني انا مش مش هزاكر المرجع مش هجيب مثلا الشابتر كله واراه. لا الفكرة انا ايه بطلع الجزء ايه ان انا عاوز نقط معاينة ان انا عاوز اشوفها وابدأ ان انا اقرأ فيها. فحبيت المجال وقلت ان شاء الله بعد كده هتخصص في في الاسبورت سليابيتيشن. حصل بقى وانا في سنة رابعة كان ساعتها العلاج الطبيعي كان اربع سنين. بس اربع سنين اربع سنين يعني. كنا في سنة تلتة وربعة كنا ملاخد. سنة اربع سنين بالامتياز ولا? اربع سنين بدوني بغير الامتياز. يعني كانت خمسة. اه بالزبط. بس سنة الدراسية كانت سنة تلتة كانت تلتة ترمات. فكنا بقى ايه يعني بناخد الصيف ترم كامل يعني وبندرسه يعني في الدراسة كانت كاملة يعني تلتة شهور كل ترم وكان ما بينهم اسبوعين بس بأجازة. المهم جيت بقى في سنة رابعة في الترم الاولاني طبعا درست بدأت بالاطفال. اللي شدني وجذبني المجال بصراحة يعني كان دكتور كامل شكري. كان هو ساعتها كان العميد الكليه في الوقت ده وكان بيدرس لنا. فانا انبهرت بطريقة الشرح. كان بيركز جدا على جزء الابليكيشن وكان هو بصراحة يعني من الناس اللي هما كيريتف جدا يعني بيحاول ان هو يبحث في مجالات جديدة ويخترع حاجات جديدة في العلاج. فجال الفضول ان انا يعني اتعرف اكتر على مجال تأيه الاطفال مش مجرد الحاجات اللي انا اكتفيت بها في الكلية. فطبعا استأذنت وقلتونه ممكن بس اجي اطفاء يعني اتدرب او اجي اتفرج على الحاجات اللي عند حضرتك في العيادة طبعا وسامحلي بكده وبدأت ان انا اشوف في التريتمنت تولز اللي عنده والرهيبريتيشن بروجرامز انبهرت بطريقة الاسسيسمنت وطريقة اللي هي كلها ديتيلد اسسيسمنت حاجات يعني اكتر بكتير من احنا بناخده في الكلية. فساعتها بقى يعني وليت الناس اللي شغالين معاه عندهم الباشن والمهارة اه وحب الشغل بجد يعني. فده خلاني ان انا ايه قلت لي ان ايه ما كونش زي الناس دي دي حالة كويسة جدا فانجزبت للمجال. فبقيت طول الترم اروح مثلا مرة في الاسبوع كده اقعد اشوف يعني بعمل وبشوف العلاج يعني وكده فبدأت ان انا ايه اميل ناحية الاطفال. فبعد ما اتخرجت على طول او تقريبا في الترم الاخير كان سيمستر كنا بنسميه يعني اعتبر زي مراجعة على كل الاقسام الكيرنيكل يعني ساعتها في الوقت ده. فبدأت ان انا ايه اشتغل في مجال تهي الاطفال طبعا وحبيته لاسباب كتير يعني. تمام. تاني سؤال ايه اكتر الحالات او ايه اكتر حالة انت شفتها عمتا؟ طبعا احنا بنشوف حالات كتير في مجال تهي الاطفال. اه في اعتقاد سايد عن المجالات التانية غير الالاج الطبيعي يعني ان هما الاطباء يعني بتخصصات الاعصاب والعظام ان الالاج الطبيعي الاطفال هو منعالج اطفال السي بي فقط يعني. لكن هي الحقيقة هي اه صحيح في نسبة كبيرة من الحالات هما حالات اللي هما الشرد الدماغي. اه في نسبة كبيرة من حالات الشرد الدماغي لكن احنا فعلا بنتعامل مع اه ما دي من الحاجات برضو اللي حبيبتني في المجال ان احنا بنتعامل مع الديانوزيس مختلفة. حالات بقى مشاكلها نيرولوجيكال اه ارثوبيديك بروبلمز اه حالات جينيتك حاجات كونجينيتال اه حالات حتى سايكوموتور ديس او درز فاللي هي الحالات المشاكل في العظام مشاكل في الاعصاب تمام اه مشاكل جينية مشاكل العيوب خلقية فبقيت باقي يعني هو تحس ان هو مجال جامع تمام اه تبقى فاهم اه ميكانيكة حيوية تبقى فاهم تشريح جسم الانسان تبقى فاهم اللي هو كل الكلام ده الاعصاب يعني وكده عشان اه اه واتطبق الكلام ده فدايما دايما بقول طبع حتى الطلبة بتوعي انك اند اللي بيشتغل في مجال تأهيل اطفال يعني عنده القدرة ان هو بعد كده يتعلم يشتغل في اي مجال التاني تمام يعني ممكن يشتغل في العظام مع الكبار ممكن يشتغل مع الجيرياتريكس اللي هما المسنين في طريقة التعامل وطريقة كل حاجة ويتتعامل مع حالات النيورولوجيا في الكبار تمام بصلاح ما بقولش اللي بيشتغل اطفال هيعرف اشتغل ارثوبيديك على طول بس المجال نفسه بيفتح له الفكرة ان هو يقدر ان هو يتخصص في حاجات تانية حتى غير يتخصص تاني عالعكس انك انت لو تخصصت مرة واحدة في العظام او في الاعصاب هيبقى صعب اوي انك ايه من مجال يعتبر متخصص اوي انجال اطفال يعتبر متخصص بس طبعا انا بقول هو جامع كمان للمجالات التانية فاكتر الحالات اللي بنتعامل معها فعلا هي بتبقى حالات الشرر الدماغي بمن اكتر حالات الاطفال مشهورة شلل دماغي ايه هو شلل دماغي عشان الامهات اولا ما تسمع كلمة شلل بتتخضي تقول ابني مش هيتحرك تاني خالص تعريفة لي بقى ايه هو اه المصطلح اللي هو خاص اسمه او اللي هو الترجمة الحرفية ليه باللغة العربية هو الشلل الدماغي طبعا هو مش دقيق لان اكتشافه كان في فترات يعني في القرن 19 فما كانوش لسه وصلوا لوسائل متقدمة في التشخيص عشان يعرفوا ان المشكلة بتبقى في المخ من فوق فرحوا مسامين قلة الحركة او الحركة اللي هي مش طبيعية عند الشخص دي نتيجة مشكلة في المخ فربطوها وقال لك ايه شلل دماغي او اشتصر بابلسي لكن الواقع هو مش كده هو مش شلل يعني اغلب الحالات اللي احنا بنشوفها في اللي هي الحالات الشلل الدماغي بتبقى بيقدروا يتحركوا عندهم قوة وخدرة على الحركة بس التحكم في الحركة نفسها او ممكن نقول مثلا اتزان الحركة او العضلات ان هما يشتغلوا مع بعض بيبقى فيهم زي لخبطة تمام فاحنا ممكن نقول ان نتيجة اصابة في الغالب بتبقى غير معروفة السبب بنسبة مثلا تسعين في المية تبقاش معروفة السبب الاصابة دي حصلت في فترة معينة مثلا قبل الولادة او حتى اسناء الولادة او بعد الولادة هما قالوا لغاية امتى مثلا سن كام قالوا لغاية مثلا سن ثلاث سنين الاصابة دي حصلت اين كان نوعها هل هي عيب خلقي هل هي مشكلة جينية هل هي اصابة نتجة مثلا عن مثلا ان بعض الخلايا مش بتقوم بالوظيف بتاعها بشكل كامل نتيجة ان ما وصل لهاش المكونات الحيوية الضرورية زي الاكسجين او الحاجات اللي فيها تغزية يعني للخلال اه اه للخلال العصبية اه فحصل فيها مشكلة فبالتالي احنا عارفين ان المخ بتاعنا او المخ بتاعنا عموما زي ما تقول مثلا هو الكمبيوتر بتاع الجسم تمام هو اللي بيدي الاوامر سوى ان كان بقى اوامر حركية او اوامر كل الاوامر هو اللي بيدي الاوامر خصوصا الاوامر الارادية انت لو عاوز تعمل حاجة بداية الامر بيطلع من المخ وبعد كده بيروح بقى ايه للحاجات اللي هتحرك جسمك تمام وفي نفس الوقت هو المستقبل يعني هو بيدي الاوامر بناء على المعلومات اللي بتوصلها تمام المعلومات دي بتبقى معلومات حسية تمام فانت المخ بتاعنا بمكون من ملايين الخلائة الخلال العصبية ملايين الخلال العصبية دي ما بينها الترابطات الترابطات دي بقى بتوصل لمليارات الترابطات فيه ناس بتقدرها بتقولك لو انت عديت عدد زرات الكون المعروف تمام عدد or الترابطات ما بين خلال العصبية تعريبا قدها في المخ الواحد تمام فتخيل معي كده ان الخلية العصبية الواحدة لو حصل فيها اصابة هيحصل مشكلة في illusion في الاتصالات اللي مبينها وبين الخلائت تانية تمام وكل جزء في المخ بتاعنا مسئول عن وزائف محددة وفي وزائف متخصصة جدا زي مثل مسئول عن وزائف حسية انت لو جيت بغى تعد إيه الحاجات الحسية اللي في جسمنا هتلاقي حاجات يعني ما تدرش تعدها كلها ينتم ده كانت بقى لو بسطناها الاحساس باللمس الاحساس بالضغط الاحساس بالحركة الاحساس بالبيت الاحساس التانية زي النظر والسمع حتى كمان الوضع بتاع جسمك يعني ايه بالنسبة للجاذبية الارضية تمام كل دي حاجات احساسات احنا بتحصل في جزء من مليون من السنة تمام المخ نفسه بيعرف ان هو يستقبل الحواس دي ويبدأ ان هو يدي الاوامر على اساسها ففي مراكز في المخ تجمعات عصبية بتبقى مسؤولة عن استقبال الاحساس ومراكز تانية او تجمعات عصبية تانية مسؤولة عنها تدي الاوامر تمام بتخيل معي بقى لو حصل اي لخبطة او اي اصابة او اي خمول في بعض الخلانية ما تشتغلش بشكل طبيعي تمام ساعتها ده هيعمل هيبان بقى على الجسم المشكلة دي حسب بقى مكان الاصابة دي فين تبدأ تظهر المشكلة وحسب كمان ايه يعني عاوز اقولك يعني مدى الاصابة نفسها يعني لو خدت اكتر من مركز او مراكز كتير في مراكز على فكرة مسؤولة عن التفكير في مراكز مسؤولة عن النظر في مراكز مسؤولة عن الوظائف الزهنية وعد بقى الوظائف الزهنية الزاكرة والتركيز والانتباه فمش بس بتأثر على الحركة بتأثر على حاجات تانية فعلى حسب بقى مكان الاصابة فين بالظبط في المخ تبدأ بعض الوظائف تتأثر حتى كمان يعني مش عاوز اقولك ان لو تصابت ناحية اليمين اكتر من ناحية الشمال فتبدأ تظهر مشاكل ايه عن ناحية الشمال اكتر من ناحية اليمين وهكذا تمام فيه السؤال اللي انسألته تمام بس حاجة تفرعت اللي هو السؤال ان الام اولى بتسمع ان ابنها او ابنتها عندها شلل دماغي بتفتكر خاصة ان هو ده شلل ابنها مش هيتحرك تاني اما انا زي ما وضحت لك يا دكتور مازن ان الترجمة الحرفية نفسها كانت خاطئة شوي مش معنى ان الطفل ان هو عنده شلل دماغي او حتى بعض التشخصات يقولك ايه نقص في المادة البيضة تمام!? كلمة نقص في المادة البيضة الماصططذها اصلا المخ بتاعنا عباره عن بيصنفوها المادتين المادة البيضة و المادة اللي هي الرمادية المادة الريضة هي المراكز الاساسية المادة البيضة هي أن الاتصالات اللي بتتبعت للايه لبقية الحركة حسب بقى الإصابة هل هي في المادة الريضة ولا في المادة الى الى الانتق Resident يعتبر ضمور في المخ تمام احنا ممكن نقول يعني ضمور في المخ هي الترجمة الحرفية الاقرب شوية للتشخيص الحالي تمام اه الاطفال بعضهم مشاكل تمام والمشاكل دي بتتراوح يعني مشاكل كبيرة ومشاكل بتبقى بسيطة تمام والمشاكل دي نفسها يعني الاعراض اللي بتظهر على الجسم بيبقى لها علاج تمام يعني الطفل لو هو خد علاجات من تخصصات مختلفة حالته بتتحسن مش بتتظهر يعني الا بقى لو الطفل تم اهمانه بشكل كامل والاصابة كانت كبيرة شوية ده بيخلي الموضوع صعب وما بيحصلش التحسن المطلوب لكن اعوز بس اوشير الى نقطة مهمة جدا ان ضمور المخ او اللي هو الترجمة اللي هي الشهر الدماغي مكان الاصابة مجرد انها حصلت في مرحلة ما قلنا اللي هي مثلا اثناء مثلا تكوين الجنين او اثناء الولادة او بعد الولادة لمدة 3 سنين خلاص يعني هي الاصابة دي بتفضل زي ما هي مش بتكبر مكان الاصابة في المخ مش بتكبر طيب بس بقيت المخ ايه شغال تمام احنا بطبيعة جسمين يعني سبحان الله ربنا خلقنا ان احنا دايما دايما بيحصل تطور في حياتنا من اول ما بنتولد لغاية اخر عمرنا تمام كل حاجة لازم تتطور فاحنا دايما بنكتسب مهارات لما تولدنا طبعا ما كناش بنعرف ان احنا نقعد من عرفش نقف من عرفش نمشي اللي بيحصل المخ بتاعنا نفسه بيتأقلم ويبدأ يحصل يكون زي ما قلت لك كده اتصالات جديدة بينها وبين بعض فيبدأ يكون زي زاكرة الزاكرة دي كل زاكرة بتشيل مهارة او سكيل المهارة دي بيتم اكتسابها عن طريق اتكرار التجربة التصحيح الخطأ يعني يغلط ويصحح الخطأ يغلط ويصحح الخطأ فيكتسب خبرة ان المفروض ان هو ما يغلطش في الجزئية دي فيبدأ بعد كده المخ تلقائيا او اوتوماتيك يشتغل لوحده تمام؟ لغاية طبعا لغاية مثلا ما بتعلم القراءة والكتابة نتعلم الكلام نتعلم مثلا مهارة جديدة فيه حد بيبقى ماهر في حرفة معينة غير ما بقاش ماهر فيها وده بسبب مش مجرد اللي هي الموهبة لا بسبب برضو جزء اكتر من الموهبة هو الممارسة ممارسة الحاجة او تكرارها بيخلي المخ بتاعنا يعمل ترابطات واتصالات جديدة فتبدأ المهارة دي ايه تظهر عند الشخص ده من مهارة بسيطة لمهارة معقدة زي مثلا اللي هم الرياضيين مثلا او بيلعبوا مثلا كرة على عكس اي شخص طبيعي عادي تمام هو بيكتسب المهارة دي بالممارسة المستمرة فجسمه نفسه مع دماغه بيتأقلم عليها فتخيل بقى شخص مصاب وعنده اصابة معينة تمام احنا جينا بعد كده دربنا على مهارة معينة باستمرار هيبدأ الجزء اللي هو كان فقده المهارة دي صحيح الجزء في البرين ده يعني فيه مشكلة ولكن مع الوقت بيبدأ التحكم بتاعه يزيد بيكتسب مهارات تانية تساعده ان هو يكون معتمد على نفسه ويتغلب على المشكلة او الاعاقة اللي عنده فعشان كده لازم نقول بل يعني ما نقولش مثلا نفقد الامن لا بالعكس اغلب بنسبة كبيرة جدا كل حالات الشهر الدماغي اللي هي بيتم متابعتها والاهتمام بيها وعلاجها بفضل الله يعني بيحصل تحسن مع الوقت ولكن الموضوع طبعا بيحتاج وقت انا بقولك ان اكتساب المهارة نفسها اي مهارة في حياتك بتاخد وقت على ما تتعلمها نفس الفكرة لو فيه اصابة وفقدت وظيفة معينة واحنا عاوزين على قد ما نقدر نخلي الشخص ده او الطفل ده يستعيد المهارة دي فبنحتاج وقت تعليم او اسمه التعليم الحركي او الموتو اللابني ثاني بقى سؤال اسأله اللي هو الاسباب اللي بتقدي لشهاد الدماغي طبعا غير السبب المشهور اللي هو نقص الاكسجين في اسباب تانية برضو ممكن نوعي الناس بيها فيها تمام هو انا عاوز اقولك ان كلمة اسباب الناس حصل لخلطة عند الناس ما بين حاجة اسمها اسباب المرض ومؤشرات اللي بتقدي لظهور المرض او خطورة المرض نفسها او المؤشرات اللي تقول ان المرض ده ممكن يحصل فيه فرق تمام انتشر عند الناس ان من ضمن اسباب يعني هو ابسط سبب لحدوث الشهاد الدماغي ان في مرحلة ما بيحصل نقص الاكسجين سواء مثلا الدم اللي هو بيوصل لخلايا المخ اللي بتحتاج لتغذية وبتحتاج للاكسجين مكانش كافي فحصل الخلايا ماتت او حصل فيها ضمور نتيجة نقص الاكسجين ده فده تفسير ان هو ممكن يؤدي بعد كده لشهاد الدماغي بس انا عاوز اقولك ان ده يعني نسبة الحالات اللي عندها شهاد الدماغي نتيجة نقص الاكسجين او الهايبوكسيا طبعا في اسباب كتير بتؤدي لنقص الاكسجين نسبتها لا تتعدى 10% من حالات الشهاد الدماغي اللي احنا بنشوفها طيب بقيت 90% سببها ايه سببها كل الكتب وكل المراجع بتقولك غير معروف السبب طب هو البريندا او المخ ده حصل فيه ضمور ليه يعني ايه السبب اه في تفسيرات في بعض التفسيرات قالك من ضمن التفسيرات دي ان هو تكوين الجنين نفسه اه تركيبة المخ نفسها وها بتتكون حصل فيه مشكلة وحصل لخبطة غير معروف السبب فالمشكلة دي قدت للضمور ده تفسير في تفسيرات تانية بترجعها للجينات او للوراسا السبب الأساسي للشلل الدماغي بشكل عام غير معروف ولكن في حاجات زي ما قلت لك اسمها مؤشرات تؤدي إلى نحن نقول الطفل ده لو حصل له الحاجات دي يبقى في الغالب دي سببها بسبب الشلل الدماغي اللي عنده بسبب ضمور المخ اللي عنده زي ايه مثلا لو حصل مثلا تعصر في الولادة في ناس بتعتقد تعصر الولادة هي لسببة الشلل الدماغي لا انا عاوز اقول لك من الشلل الدماغي هو اللي قدى لتعصر الولادة تمام ازاي الطفل الطبيعي اصلا لو بيتولد حتى بشكل طبيعي يبقى فيه عنده يعني ردود الأفعال بتاعته بيساعد ممته أثناء الولادة الطبيعية لو الطفل ده عنده مشكلة فردود الأفعال اللي عنده هتبقى ضعيفة تمام فبالتالي يعني أثناء عملية الولادة نفسها الولادة الطبيعية يعني مش بيتفاعل بشكل طبيعي أثناء الولادة فبيحصل لإيه اللي هو تعصر الولادة فلحنا شفنا طفل حصل عنده تعصر الولادة فبنقول بسبب غالبا هيبقى عنده إيه شال دماغي لكن مش معنى كده ان تعصر الولادة هو اللي قدى لإيه شال لكن لو حصل إصابة أثناء الولادة آآ يعني حصل إصابة للمخ مثلا كان زمان كان بيستخدمه بعض الوسائل زي بيسمون هو الملقاط أو الفورسيبس مثلا كان ممكن يعمل إصابة في المخ أو في الشفاط اللي هو الساكشن كان ده ممكن يعمل بعض الإصابات في الدماغ يعني فيقدر الشهر الدماغي يدعى ممكن أقول لك عليه حاجات تانية مثلا نقول لك الأم اللي جالها سخونية وهي كانت حامل وخدت مضادة حاوي ما نقدرش نجزم إن المضادة الحاوي هيعمل مشكلة لكن هما لقوا مثلا لما عملوا أبحاث لقوا إن فيه نسبة عالية كبيرة من الأمهات اللي أخدوا أدوية زي المضادة الحاوي أو حصلت لهم حمى أثناء الحمل فيه نسبة كبيرة منهم لقينا الأطفال بتوهم بيبقوا إيه غرضا إنه يبقى عندهم شهر الدماغي ولكن ما نقدرش نقول إن أي واحدة يحصل لها حمى أثناء الحمل إبنها هيبقى فيه مشكلة طب برضو فيه بالنسبة للأعراض اللي بتعرض لأم الحياة بتعرض لها مثلا فيه ناسها بتقول لك ما تعرضش للإكس راي عشان ممكن آه إنه يحصل شهر الدماغي للتفل طب أنا قلت لك من ضمن أسباب الشهر الدماغي إنه يحصل عيوب خلقية قبل الولادة أو أثنان الولادة أو بعد بالضبط فهو معروف إن الأشعة اللي هي الأشعة الإكس راي أو الأشعة العادية يعني إن هي بتسبب بعض التفارات في الجينية حتى في الشخص الطبيعي يعني في الشخص العادي في بعض الخلايا تمام؟ فأنا قلت لك أسان من ضمن أسباب الشهر الدماغي إنه يحصل مشكلة جينية أو مشكلة في التخليق طب بنزوغ اللي في الجنات بقى فده ممكن من سامير ريسك فاكتور أو مؤشر خطورة بالنسبة لنا دخلنا في الجنات أغلب الأمهات اللي مثلا بيكون عندها أول طفل شهر الدماغي بيقرروا مثلا أو بيخاف أنهم يخلفوا تاني عشان ممكن النوم التاني يحصلوا مشكلة يعني يعصلوا شهر الدماغي وكذا وأنا مقدرش أخبّ عليك بطرد طبعا يطور ماذا إنه في بعض الحالات قالوا يعني بعض الأبحاث قالت إنه فيه يعني نسبة عالية من الأمهات اللي خلفت أطفال عندهم شهر الدماغي إنه ممكن الطفل اللي بعد كده يبقى عنده شهر الدماغي لأنهم لأن أي مرض سببه وراسي أي مرض حتى لهم شهر الدماغي سببه وراسي في الغالب بيبقى ده مؤشر خطورة إن الطفل أو الأخ التالي يبقى عنده نفس المشكلة فلو كان سبب من أسباب الشهر الدماغي سببه وراسي فممكن يؤدل كده بس أنا بصراحة يعني مش شايف إن ده يبقى يعني حاجة أو سبب أساسي أو رئيسي إن يمنع إن الأم إن هي تجيب طفل تاني بالعكس أنا بنصح الأمهات اللي بيشتغلوا معايا يعني إن الطفل اللي عنده مشكلة شهر الدماغي لما يبقى له أخ تاني ده بيساعده شوية بيخليه معتمد على نفسه بيزود فرصة التواصل مع الحوالي من المشكلة عند الطفل الطفل ما بيتحركش إن هو اللي عنده مشكلة شهر الدماغي فده بيقدي مع تأخر الحركة يبقى عنده تأخر ذهني ومشاكل في التواصل فتخيل بقى لما يبقى الأب والأم مشغولين مثلا بعيد عن الطفل ده في المشكلة دي يزيد لكن لما يبقى معه أخ تاني أو إخوة أعلن شفتها بناية يعني أطفال اللي هم معاهم إخوات تانيين أو أخ آخر بيبقى فرصة إن هو يبقى عنده قدرات اجتماعية وقدرات التواصل بيبقى أحسن وغير كمان إن هو بيسندخوه بعد كلا ما يكبر إن هو يعني بيساعده في الحركة وبياخد باله منه وكلام دي يعني حاجات يعني بعتبرها سبب اجتماعي شوية أكتر من إن هو علمي يعني تمام بالنسبة بقى للسبب برضو بتاعه في برضو أمهان تعتقد إن الولادة الكيصاري أمن للطفل أكتر من أولادة الطبيعي لا هو أنا عاوز أقول لك إن يعني في لسة عندها أعتقد إن بدل ولادة طبيعية بيحصل شال دماغي لا لا طبعا أنا زي ما وضحت إن ده اسمه مؤشر خطورة أو ريسك فاكتور ريسك فاكتور إيه هو إن لو حصل تعصر في الولادة ده مؤشر إن الطفل ده عنده سبب بوصي بس أنا عاوز أقول لك على حاجة نسبة كبيرة جدا من أطفال السبب بوصي أصلا مؤلدين كيصاري أصلا؟ أصلا؟ يعني إنت أصلا دلوقتي كل الأطفال اللي بيقولنا اللي عندهم شال دماغي أصلا ولادة كيصارية ليه؟ لأن هو بقى فيه تشخيص مبكر شوية أثناء الحمل فممكن يطلعه مشاكل عند الطفل فيقول لك إن الطفل ده لو اتولد طبيعي ممكن الولادة ما تكملش أو يحصل له بخطر على الحياته يعني فبيفضل إن هو يتولد قيصاري عشان ما يحصلش مشكلة بالزبط وأنا عاوز أقول لك إن زمان كان نسبة الوفيات في الأطفال كانت عالية اللي هم بيتولدوا يعني زمان قبل ما الطب كان متقدم تلاقي الأم مثلا تخلف لها بالتلاتة أربعة وكلهم بيموتوا ويجي اتنين تلاتة في الآخر هم اللي عايشين فده بسبب إن لو حصل الطفل ده كان فرصة إنه يحصل له شرل الدماغي بتبقى طبعا ما كانش فيه وسائل متقدمة إنه كانش فيه أصلا أولادة قيصارية أساسا تمام فالطفل ما كانش بتولد يعني تحصل له مشاكل في الوظائف الحيوية اللي عنده فهم بيكملش وكمان الطفل بعد ما بيتولد اللي عنده شرل دماغي أحيانا بيتولد قبل معاده يعني بريترم يعني بتولد قبل معاده وبتحط في حضانة وبيبقى تحت الملاحظة في حالات كتير كده وبيبدأ خلاص بيبدأ يعيش ويكمل حياته بس إحنا بقى طبعا ما نكمل معاه بالتأهيل عشان نحن نأهله إنه هو يعرف يمارس حياته بشكل مستقل تمام فعشان كده مش أي حد هتولد طبيعي عاوز أقول لك نسبة كدير من أجيال كاملة ولد بشكل طبيعي ومعندهاش مشكلة ده أنا عاوز أقول لك إن التطور الطبي أصلا مش أقول إنه هو أدى لنسبة زيادة الشرل الدماغي لا بالعكس ده هو حمل أطفال دول إنه هما ما يكملوش أو يحصلوهم مشاكل في الوظائف الحيوية بالعكس ده هو بقى دلوقتي الطفل لا بقى فيه اهتمام أكتر فبالتالي بقى بالنسبة عن أطفال دلوقتي عندهم مشاكل الشرل الدماغي وبيدخلوا جامعات وبيتخرجوا وبيتطلعوا ده كثرة يعني ده كثرة يعني وبيمارسوا حياتهم مشاكل طبيعي جدا تمام اه ببظاهر عندهم بعض المشاكل ولكن هم بتغلبوا على كل الصعوبات ده تمام في برضو سؤال التارت او الرابع دايما الأم أغلبهم بياخدوا القرار يبنون في حاجة غلط متأخر يعني مثلا بيلحظوا المشكلة عند الطفل متأخرك اه يعني دي بصراحة دي مشكلة انا مش عاوز اقول انا ارجع الكلام ده ان احنا مفروض ده دورنا احنا احنا دور الالاج الطبيعي ان احنا نبدأ نوعي المجتمع ونوعي الناس باهمية ان الامت مش بس تلاحظ ده الولد سخن ده الولد تعب ده الولد على مدار حياتنا كلها بنكتسبها اول ثلاث سنين من عمرين فالتطور اللي بيحصل في الفترة دي بيبقى سريع يعني اول طاعة شهور بيادوبك بتحكم فراسه ويبدأ يتحكم فراسه بشكل كامل عند سبع شهور يبدأ يقعد متسند عند ست شهور وبعدين يقعد لوحده عند ثمان شهور يبدأ يقف متسند عند مثلا عشر شهور يقف لوحده عند سنة وشهر او سنة وشهرين يبدأ يمشي لوحده تمام فالمفروض في اول بداية من بداية خالص الامهات على ادراك كامل بمستويات التطور الحركي عند الاطفال فاحنا مفروض نوضح لهم جزئ دي حتى نعمل زي منشورات مثلا او صور كده توضح عند كل فترة زمنية معينة من عمر الطفل لازم الطفل يؤدي وظيف حركية محددة طبعا هي بقى لها رينجي مش كل اطفال بيبقوا زي بعض بالظبط بس بفيه ايه زي رينجي كده يعني فيه اطفال مثلا بتتحكم فراسه عن سن ست شهور اطفال تانين عن ثمان شهور ففيه رينجي من ستة لثمان شهور مثلا تمام ده رينجي طبيعي مقبول لكن لو الطفل اتأخر اكتر من ثمان شهور وليسه مش عارف تتحكم فراسه رأسه واقع يجي مثلا ليه فراسه يمين او شمال يحس كده بهزة في دماغه ده يبقى فيه هنا مؤشر خطورة يبقى الطفل ده المفروض نحاول نهتم بيه شوية وكل ما اهتمين بيه بدري كل ما هو هيواكي بالتطور الطبيعي بتاعه زي الأطفال الطبيعي تمام بالنسبة لأنواع الشهور الدماغي يعني بداية نشوف حاليات أصعد من حاليات فأنواعهم كده عشان نعرف الأهل بص هو فيه طبعا شهور الدماغي ده بنعتبره زي عنوان كبير تمام بيندرك يعني مش بنعتبره تشخيص لأن التشخيص لما اقول عن كلمة تشخيص لما اراها اعرف ان انا حط العلاج على طول فانا لما نشوف كلمة شهور الدماغي لا ده مش بيرشدني لعلاج الطفل دي على طول لأن فيه تحته أنواع مختلفة ده فيه كذا تقسيم يا دكتور مازل يعني فيه مثلا تلاقي تقسيمات بناء على حاجة اسمها التوتر العضلي تمام إحنا جسمنا بطبيعته الدماغ بيبعت إشارات للعضلات عن طريق الأعصاب زي إشارات كهربية طبيعية جدا بتخلي دايما العضلات بتاعنا في وضع انقباط انقباط خفيف كده من درجة ان احنا ما تضغط على اي ده كده تحس فيه مقاومة في عضلاتنا ممكن تقول العضلات بتاعتنا شغالة 24 ساعة ما توقفش حتى قونت نايم تمام مشكلة بقى لو فيه إصابة في المخ بتخلي المخ دايبعت إشارات مش طبيعية تمام؟ مش المخ اللي بيبعت يعني بس أنا بقى بسط المعلومة بس بشكل أبسط شيئا موضوع معقد عن كده فكرة ان بتوصل إشارات للعضلات غير طبيعية أو ممكن إشارات دي تبقى ضعيفة أقل من الطبيعي فبيقولك التوتر العضل الطبيعي بقى أعلى من الطبيعي تمام؟ أو أقل من الطبيعي هايبرتونيا أو هايبوتونيا تمام؟ فقالك احنا عنصنف الشلل الدماغي بناء على مقدار التوتر العضلي ده تمام؟ لو التوتر العضلي زايد هنقول عليه إنه هو زيادة في التوتر العضلي أو زيادة في التوتر العصبي أين كما الترجمة باللغة العربية اللي هي هايبرتونيا لو التوتر العصبي ده أقل شوية يعني إشارة رايح العضلات ضعيفة تمام؟ ساعتها بيسموه ضعف في التوتر العصبي أو بيسموه طبعا الطفل اللي هو المرتاخي الشادد عنده شد زيادة في بعض العضلات والطفل الثاني بيبقى مرتاخي في نوع برضو قالك ثالثة نحن ممكن نصنفه برضو في بعض الأطفال بتلاقي التوتر العضلي بيزيد أحيانا وبيقل أحيانا وبيوصل للطبيعي أحيان تاني يعني مبيفضلش يثابت على وضع معين بتحول اه بناء مثلا إنفعلات أو مثلا ما بيجي يقوم بحركة فتلاقي التوتر العصبي بتاعه بيزيد شوية في الشد بيزيد في بعض العضلات ولو هو نايمت أي مرة واحدة ارتخى ونفيش أي مشكلة يعني او ارتخى أقل من الطبيعي كمان تمام دي تصنيفة تمام فيه تصنيفة تانية بتقولك لا احنا هنصنفهم بناء على توزيع التوتر العضلي ده في الجسم دي الأشهر صحب اه بالضبط دي الأشهر اه يعني مثلا ايه لو التوتر العضلي موجود في الأربع أطراف زايد تمام اه بيقولك هنسميه اه شلل شلل دماغي رباعي رباعي الأطراف يعني تمام لو التوتر العصبي ده موجود برضه في الأربع أطراف ولكن في الطرفين السفليين اعلى من الطرفين العلويين ساعتها بنسميه اه اللي هو الشaler الدماغي النصفي التشنجي السفلي تمام في بعض الحالات بتبقى التوتر العصبي زايد على ناحية اليمين أكثر من ناحية الشمال ايه مثلا ايه الدرع اليمين أكثر من الدرع الشمال والرجل اليمين أكثر من الرجل الشمال ساعتها بيسموه التوتر زيادة في التوتر العصبي النصفي تمام مش سفلي التاني سفلي بس بيكون الجنبين متأثرين بس واحد اه هو بص يعني هو دايما دايما غالبا يعني بيبقى فيه لا مش كله بتأثر غالبا لو حصلت الجنبين فيهم إصابة لازم هتلاقي فيه جنب متأثر أكتر من التاني مش هتلاقي الاتنين زي بعض بالزبط لأن الإصابة بتحصل في المخ لو خادت جنب واحد هتأثر على الجنب واحد طيب لو خادت جنبين هي مش هتجي بقى متسنترة بالنص بالزبط لأن عدد الخلايا بقولك ملايين الخلايا تموت خيل فأي غلامسة هنا فمش هتبقى بالزبط فدايما هتلاقي فيه ناحية أكتر من التاني سواء كان بقى شلل تشنوجي سفلي أو شلل رباعي دي تأسيم فيه تأسيمة تانية مشهورة قالك تأسيمة التوزيع التوتر والعصب انت كده تكلمت على مشكلة واحدة بس شل دماغ دو مشاكل تانية فيه مشاكل في الوظائف الحركية الكبرى فيه مشاكل اللي هي زي الاعاد والوقوف والمشي انه يعتمد على نفسه ويتحكم في جسمه فيه مشاكل في الوظائف الحركية الصغرى اللي هي التحكم في الوظائف الحركية الدقيقة زي مثلا استخدامات الايد طريقة المسكة كتابة او مثلا هو يزرر الزرار يربط رباط جزمة محتاجة عضلات صغيرة تشتغل ومحتاجة تركيزه دقة عليه شوية فيه مشاكل تحصل اساسا اساسا للتخطيط للحركة يعني لو الطفل اساسا مش فاهم يعني ليقعد ليه اصلا او ايه الهدف ان هو يقعد او ايه الهدف ان هو يقف او يمشي حتى لو عضلاته سليمة حتى لو توثر العصب بتاعه سليم مش هيقف ولا يقعد ولا يمشي ولا هيمرس حياته بشكل طبيعي ولا هيبقى معتمد على نفسه فقالك لا تعالى بقى نصنفها تصنيفه تانيه خالص تظهر لنا المشاكل دي اللي هي بناء على القدرات الحركيه خلاص فقالك الحاجات اللي واضحة اول هي القدرات الحركيه الكبره تمام فقالوا حاجه اسمها تصنيف الشرد الدماغي بناء على القدرات الحركيه الكبره هي تمام قالك هنصنف كل اطفال الشرد الدماغي من اول سن ما بيتولده لغاية 16 سنه وفي تصنيفه تانيه ممكن تصل 21 سنه كمان ان هم هنصنفهم على خمس مستويات بناء على قدراتهم احسنهم في القدرات هو المستوى الاول لقام واحد واقلهم في القدرات الحركيه الكبره هو المستوى الخامس المستوى الاول قالك يعني مثال يعني المستوى الاول ده طفل بيعتمد على نفسه بيعرف ان هو يمشي سواء كان في البيئة المغلقة جوه البيت او البيئة المفتوحة في الشارع او في المدرسة تمام ما بتظهرش عليه الاصابه بشكل واضح في بعض منهم وبيظهرش عليه المشكله يعني بيمشي ما تلاحظش المشكله غير لو حد متخصص ياخد باله او ممكن ان هو تبانى عليهم المشكله او تظهر اكتر لو هم مثلا بدأوا يمارسوا رياضه مثلا او كده ده اللي هو احسن تصنيف فيهم طبعا بيبقى فاهم ومعتمد على نفسه مش بيحتاج ان فيه حد يبقى معاه طول الوقت اللي هو ده تصنيف فقم واحدة اللي هو ده اللي هو ده اللي هو خم واحدة اقل منه في القدرات مثلا بيعرف ان هو يتحرك معتمد على نفسه برضو ولكن بوسائل مساعدة زي مثلا اوكاز زي مثلا مشاية الذي هي الرباعيه دي او يعني بيعرف ان هو يتمد على نفسه تمام وهكذا مستوى مثلا و betray طالتت لازم بيبقى فى حد معاه يعني يستطيع ايطاع التحرك ولاازم ب bugص ave الل功 معاه بيعرف يقعد لوحده ومثلا بيعرف انه يياكل ويشرب ويتواصل مع الألي حواليه اقل طبعا مستوى killsه هو مستوى الخامس وده بفضل الله يعني هو المستوى الخامس هو اقلهم في القدرات يعني من نسبتهم مزدس لـ 10 تمام اللي هم بيبقوا ملازمين الفراش تمام لازم يبقى في حد معهم باستمرار عشان يبدأ ان هو يأكله ويشربه ويعتني به تمام ما بيعرفش ان هو يقعد لوحده بشكل كامل تمام كلهم بلا استثناء ما تقولش مسلا مستوى الخامس ده هنهمله ومش هنعلجه انا قلت من البداية لو تم اهمال اي طفل منهم حالته بتتضهر ومش هيتحسن ولو تم الاهتمام بيهم حالته فعلا هيتحسن بس كل واحد ليه اهداف لعلاجه تمام فيه واحد يقول انا بس مشكلة انا عاوز امارس رياضه ده هدف حياة واحد تاني يقولك لا انا عاوز الطفل بتاعي على الاقل فقط ان هو يعرف ان هو يتحكم في راسه عشان ايه يعرف ان هو يأكل ويبلع دي برضه كل واحد ليه الاهداف بتاعته في العلاج يعني انا الحمدلله تعلمت في مهنتي ومن اسات زيتي ان انت لو شايف ان فيه فرصة او اي امل لعلاج طفل ما تقولش لا عاوز اقول برضه ان احنا مش هدفنا في العلاج اساسا ان انا امصل الاطفال ده ان هم يبقوا طبيعيين لا تمام انا هدفي الاساسي ان انا خلي الطفل ده معتمد على نفسه ويتحسن الان كان بقى يتحسن في ايه في الحركة في الزهن في التواصل ان هو حياته يعرف يمارسها بشكل طبيعي على قد ما يقدر تمام فده فده يحسن من نفسيته ويحسن من نفسيته اللي حواليه كمان طب بالنسبة للتحسن ده دايما الاهالي اول سؤال بيسألوه ابني هيمشي امتى ده اول سؤال بيتسأل اه خصوصا ان هو الاطفال اللي هم عندهم مشاكل في الاتزان وكده اه في الاتزان وكده تمام اه 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 هو انا طبعا يعني اه مفيش حد يقدر ان هو يحدد اه اه ايس كل حاجة في الطب يعني ما درش انا ايس حاجة اقول لك ايه منقل على الاياسات دي اقول لك ان الطفل ده هيمشي بعد شهرين اه هيمشي بعد ست شهور ولكن الحاجة اللي احنا عارفينها وتأكدين منها بشكل كامل ان اه ان الموضوع التأهيل نفسه بيحتاج وقت بيحتاج وقت ووقت مش قصير لان زي ما انا قلت لك ده بيتعلم مهارات تعليم انت لو هتعلم طفل قراءة والكتابة تاخد وقت بياخد مراحل التعليم مثلا الاساسي سنين عم يعرف ان هو يتعلم وظيفة زهنية بياخد وقت لما انت مثلا تتوصل واحد انه يبقى دكتور سنوات طويلة نفسه ليه لان هو بيتعلم مهارة وما ينفعش انك تقول مثلا طفل عنده اربع شهور اربع سنين هاعلمه ان هو مهارة معينة بيكتسبها طفل كبير نفس الفكه انا بيعلمه مهارة فالتعليم معروف كده العملية التعليمية اين كانت عملية تعليمية زهنية او عملية تعليمية حركية لا بتحتاج وقت خلاص ولكن لو في مجهودة بازل وقدنا نحدد المشكلة ومستواها بالظبط وروحنا احنا مركزين على المشكلة بالظبط وحطنا لها الحلول اللي نقدر عليها اتوقع ان هو مع كل فترة على فترات معينة هيحصل تحسن اهم حاجة عندنا ان هو يحقق اهداف اي ان كان بقى الاهداف ده يحققه بوقت قديه يعني ممكن اتوقع ان الطفل ده يقول ان الطفل ده هيمشي بعد سنتين مسال اقلقيه بعد ثلاث شهور مشي دي حاجة ما ادرش اتوقعها ما ادرش ان اتوقعها بالظبط طفل التاني اقول ده هيمشي بعد ستة شهور اقلقيه مشي بعد سنتين او تلاتة ولكن في النهاية في النهاية الأهداف دي إحنا بنحددها لما نجي نقيم حالة الطفل بعد ما نحدد الأهداف دي قلنا إحنا في خلال ثلاث شهور المفروض نوصل للأهداف دي ما تبقاش هدف نقول لا الطفل دايب طبيعي بقى زي الفل لا في أهداف معينة إننا مثلا عضلات معينة تبقى أقوى من الأول مجال الحركة يتحسن مثلا في الركبة الاتزان أثناء القعدة يبقى أفضل الطفل يعرف يقفه هو ساند بدلا ما هو يعرفش يقف خالص حقق بعض الأهداف وبنعيد تقييم حالة الطفل مرة تانية حقق بعض الأهداف نبدأ بعد كده نحط أهداف جديدة والأهداف اللي لسه محققهاش نستمر وما نيقسش ونستمر في علاجها على قد ما قدر طبعا هو دكتور العالي الطبيعي لو الطفال يتباز بالصبر أهم حاجة الصبر بالزبط تمام في حاجة أنت عايز إزا كلامك فيها في مقولة قالت ببعض الكتب بتقول إن لو الطفل قعد عند عمر السنتين أو قبل السنتين بنسبة 90% هو ما يمشي دي ايه المقولة دي صحة ولا بصوا أنا يعني بصراحة أي معلومة طبية لازم تبقى بناء على أنا دايما كده بحب البحث يعني بحب الريسيرش بزرع لازم تبقى بناء على أبحاث تعملت مش بناء على مقولة فهل المقولة دي بناء على مثلا بحث معمول جابوا مجموعة من أطفال وقالوا لحظوا أن الطفل اللي هو بيقعد تبطل بيقعد عن السنتين إن هم هيمشي بعد سنتين أو قبل السنتين بص هو أقول لك حاجة هو أنا من خبرتي في التعامل مع الحالات آآ لاحظت فعلا الأطفال اللي هو عندهم تحكم في الرأس بتحكم في الجزء ببقى في يعني فرصة كبيرة بعد كين هم يقدروا إن هم ايه يمشوا يبقى مؤتمدين على نفسهم دي حاجة يعني خدتها بالخبرة لكن بصراحة المعلومة الأكيدة بتبقى بناء طبعا على بحث آآ كلينيكي. طب حضرتها دلوقتي اتكلمت على المشاكل الحركية. طب في مشاكل تاني بتوجه الطفل آآ غير المشاكل الحركية. ولا لأ. آآ مشاكل الحركية اللي هي الزي الوظيفة الحركية الكبرى والوظيفة الدخل البدينة. لا غير الكبرى والصغر نصنع مشاكل في السمع مشاكل في التخاطب يعني أغلب الحالات دايما بيبقى عندها مشاكل في التخاطب. فاحنا تكلمنا على جزء الحركة أكتر. آآ بالزبط هو أنا كنت في البداية وضحت ان المراكز اللي في المخ ومش بتبقى مسؤولة عن الحركة بس. فآآ كان بقى لإصابة اللي حصلت. يعني هم بيعتبروا إصابة وبيقولك برين انسلت. مش كلا. خلاص. ما كانها فين? هل هي ضربت المراكز المسؤولة على الحركة? ولا ضربت المراكز المسؤولة على الإحساس? على فكرة جزء كبير جدا من مشاكل الأطفال اللي عندهم شارة دماغة بتاني مشاكل حسية. والناس مش تاخد بالها. تمام? الطفل مش عارف يستقبل معلومات بشكل صحيح عشان يدى يقدى الحركة يدى أمر للحركة. يعني أنا مثلا. او يعني مثلا انا شايف كباية قديني. تمام? انا عرفت المسافة اللي ما بين ايدي وما بين الكباية. فبالتالي هدى أمر للعضلات بقوة معينة ان يحصل فيها انقباض عشان يحصل ايه؟ ايه يتحرك في اتجاه الكباية. وفي اتجاه الكباية يعني انا شايف اتجاه. انا كريمتك على حسة واحدة لسه. اتجاه ومسافة. بالضبط انا كريمتك على حسة واحدة بس لها حسة النظر. واستوعبت ان دي كباية. اه. يعني استوعبت ان دي كباية لازم تباليها وضع ماية متباش مقلوبة. والكباية دي بتستخدم للشرب. لازم تبقى فيها سايل. ولو انا مدرك ان انا عارف ان السايل ده انك انه هو سخن ولا سايع مجرد النظر. مجرد ملمسه كمان. شايف بخار بيطلع منه كده يبقى سخنة. يبقى اخد بالي بقى همسك بقى من منطقة السخنة والمنطقة اللي هي بتبقى بردة شوية. فالدخال بقى لو الطفل اصلا عنده مشاكل حسية. ان هو اساس مش قادر يقدر الحركة. هتظهر الحركة غلط. طيب. خلي دي على جنب. لو الاصابة قدت لمشاكل اللي انها ضربت المراكز اللي مسؤولة عن التفكير. مسؤولة عن قدرات الزهنية. هتظهر بقى مشاكل ومش مدرك ان دي كوباية اصلا. مش مدرك يعني انت دلوقتي لو انت بصيت على كوباية مليانة وكوباية فاضية. هتبقى عمل حسابك ان دي هتبقى دي تقيلة ودي خفيفة. كلمة تقيلة وخفيفة دي قدرة زهنية. تمام. طيب. دي حاجة. طيب. انا عاوز اقولك ان لو طفل عنده مشاكل حركية بس. يعني المراكز المسؤولة عن القدرات الزهنية. اه. ما حصلش في اصابة. المشاكل الحركية اللي عنده دي هتقدى لمشاكل زهنية. اه. 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 يعني انت مثلا ايه. اه. طفل اتولد. تخيل معايا كده. سيناريو. ان فيه طفل اتولد. ماشي. والطفل ده مش بيقدر ان هو يتحرك. فنايم طول وقته على ظهره. استيعابه للبيئة اللي حواليه ايه. هو مش شايف غير السقف. طفل تاني لأ. اتولد وبيعرف ان هو يتقلب على جنبه. فهيشوف حاجات تانية. او خبرات تانية. الطفل ده مشافهاش. فيعرف مثلا ايه. لو شاف حاجة جنبه. تمام. لو قدر يتقلب اكتر. وراح وصل للحاجة دي. تمام. وبعدين شاف حاجة ابعد. فبزل مجهود اكتر في التقليب عشان يوصل للحاجة الابعد دي. فادرك دماغه ان الحاجة انا بزلت فيها مجهود في الحركة قليل. اقرب لي من الحاجة اللي انا بزلت فيها مجهود الحركة بعيد. فعرف ان هو يحدد المسافات مجرد الحركة. يبقى عنده خدرة ذهنية. تخيل بقى معايا بقى لو الحاجة دي في حاجات بتبقى طرية. حاجات تبقى نشفة. حاجات ان هو يلمسها بايده. وبتحرك. رايح لها. او بيكتسب خبرات. بيكتسب خبرات ذهنية. حاجة نعمة. حاجة خفيفة. حاجة تقيلة. حاجة كبيرة في الحجم. محتاج ان هو يحرك ايدي اللي اتنين عشان يمسكهم. او يمسكها بايد واحدة. كل دي مهارات اتعلمها بمجرد ان هو بيعرف تحرك. انا از اقول لك الناس اللي هي بتتحرك وبتسافر. تمام. والسفر بحتاج حركة. بيبعدهم خبرات اكتر كتير من واحد قاعد مقفول عليه في بيته ما بتحرك. تمام. صح. فبخير بقى ده ايه يعني دي حاجة مثال بسيط. فالطفل ده المراكز الزهنية عنده سليمة بس هيحصل له تأخر عن الطفل الطبيعي نتيجة ان هو عنده تأخر حركة. بيدي لنزمية تأخر حركة. بالزبط. وزي ما انا شرحت لك برضو قلت لك برضو ان الطفل اللي عنده مشاكل ذهنية لو المراكز المسواع الحركة سليمة هيحصل له تأخر حركة. لانه اساسا مش عارف هو يقعد ليه. يقف ليه. يمشي ليه. يروح للتجاه الحركة دي ليه. مش مدركها. ممكن يكون مش شايفة. عنده مشاكل حسية كمان. مش شايفة فمش هيتحرك. تمام. فهد هيتأخر حركيا. ويتأخر حركيا في وظيفة معينة. هتؤدي اه اللي يتأخر في وظيفة تانية. اساسا المبنية على الوظيفة دي. يعني مسلا احنا بنعرفش النقف من غير ما نكون بنعرف نتحكم في جزعنا. بنعرف نقف. فتخيل اهو تأخر في الاوعاد. هتأخر في الوقوف وفي المشي. تمام. تمام. ففي علاقة اه ما بين الوظيفة التانية والوظيفة الحركية. كلهم يعني بالعربي كده كلهم مرتبطين ببعض. عشان بضع عز الف انتباهك يا دكتور مازن ان احنا مش بناهل الطفل من ناحية الحركية بس. لو انت ركزت على تقوله في بعض المراكز تستقيل يقولك لا 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 احنا اهتم بالحركة وبعد كده هيبقى كويس. في النواحي الزهنية. لا. انت كده لو اهملت اهملت الجزء كبير جدا هيساعد الطفل ان هو يتحرك. ولو انت برضو اهملت الحركة وركزت على المشاكل الزهنية. بالضبط. وبعد مشاكل الزهنية برضو التخاطب او الكلام دي وظيفة حركية. تم معي. فالبسلا لما الطفل يقول مثلا كلمة شجرة. لازم يكون عنده صورة في دماغه بصورة الشجرة دي. فعصلا مش عارف انطأ الكلمة ولا اقول حرف بتاعتها غلما يكون اساسا مدرك ان في حاجة اسمها شجرة. بالضبط. تمام? فادراكه خلاه يعرف يتحرك انه هو يتكلم. حاليا دلوقتي يا دكتور لما انت جيت اتكلمت على شجرة الدماغي. اتكلمت في تخصص واحد بس لو غالجة طبيعي. في تخصصات تانية بتساعد معانا? ولا? لا. اكيد انا عشرت ان المشكلة للطفل الشجرة الدماغي مش مشكلة حركية بس. وكمان اتكلمت على جزية ان لو هو عنده مشاكل تانية. ده بتسبب مشكلة حركية. فانا كياني مسلا ايه انا بانفخ في قلبه مخرومة لو عدت عالج الطفل حركيا فقط مدى التطوية هيتحسن. بس التحسن مش هيبقى زي ما انا اخلي المجالات التانية تساعدني مع العلاج الطبيعي. تمام? دايما حتى انا عاوز اقولك ان الدكاترة اللي هما يقولون انه اساس علاج الشهر الدماغي هو العلاج الطبيعي. ودايما اللي هما الدكاترة الكبار يقول لنا احنا بنساعد تمام? طبعا بنهم دور كبير جدا يعني انا ما اقدرش ان اقوم به. بس هما الهدف بي دايما بنصاحه لاب والام ويقولك علاجك هو العلاج الطبيعي. مع الحاجات التانية او التدخلات التانية ان احنا بنشتغل عليها. طيب تعال بص على مشاكل الطفل ده. كل مشكلة وبتحتاج تدخل. اه. تمام. اه زي مثلا اه لو عنده مشاكل ذهنية هيحتاج اه اه تخصص مثلا التنمية المهارات او العلاج للتعليم الخاص. عشان ننمي المهارات الزهنية اللي عنده الطفل ده. زي التركيز والانتباه تمام. عشان التركيز والانتباه وانه هو يفهم الاوامر هيساعدني في العلاج الطبيعي ان هو ينفذ اوامر حركية. يبقى عارف ايه الهدف من الحركة اصلا. تمام. طيب اه. التخاطب. اه التخاطب اصلا وظيفة حركية زي ما قلتلك. لازم الطفل يبقى عنده لغة اصلا بفاهم معاني الكلمات. تمام. ربنا بيقول ايه وعلم ادم الاسماء كلها. تمام. عشان يعرف ان هو يتعامل. ده ده. الاساس انك تبقى عندك معلومات. فالمعلومات دي اسمها اللغة. اللغة دي بعدها بتترجم بصوت. الصوت ده عشان يطلع محتاج حركة. اخد بالك مش حركة شفاف بس. ده في حركة لسان. حركة لسان المزمار من جوه اللي هو بيتحكم في مقدار الهوى اللي بيطلع عشان يطلع الصوت. حركة الفك. السفل ان هو يقفل ويفتح. انا عز قولك حركة الرئاتين. عضلات التنفس نفسها. اللي بتتحكم في مقدار الهوى اللي بيطلع. عشان يبقى عارف. عشان يتحكم في علو الصوت او انخفاضه. دي كلها حاجات بتحصل مع بعض. وظيفة حركية. الطفل عشان بيتكلم بيعبر عن نفسه اللي حواليه. لو هو عنده معلومات ومش عارف يتكلم. هيحتاج ان هو يعبر عن نفسه. بس هيضطر بقى ان هو يتحرك. بس مش هتحرك الحركة الصحة. فيبدأ ان هو يتحرك مثلا بجسمه. يتحرك بادية. يبقى عنده حركة كبيرة او اللي هوなので مشاكل تانية زي فارط الحركة. دي من ضمن اسبابها ان الطفل مش عارف يعبر عن نفسه بالكلام. ان هو بتسمى الـ HD. اه بالزرطة مش عارف يعبر عن نفسه. ده ده تشخيص من ان هو مش عارف يعبر عن نفسه بالكلام. فيبدأ اتحرك في تركيزه ايه? لتيجة الحركة. انت عشان تركز محتاج انك تبقى راسي. اثابت. دماغك ثابتة عشان تركز في الحاجة. اما لو بتتحرك كتير تركيزك هي ايه? طب نتكلم بقى عن مجالة جراحية. ايه العمليات الجراحية اللي ممكن. مجال الطب ده ده جزء بقى كبير قوي يعني. المجال الطب ده يعني. ممكن مسلا نعمل له فيديو باخده. وبرضو انا عايزة برضو الناس معنا تبترح في الفيديوهات في الكومنتات قصدي. ايه المواضيع اللي ممكن اتكلم فيها? انا عوز اقول لك ان المجال الطبي بس مش من جراحة فقط. ده الجراحة ده جوز. يعني المجال الطبي انت لو طفل بيتابع مسلا مع دكتور مخ وعصاب تخصص اطفال. في يعني مشاكل عصابية تانية بتحتاج ادوية. احنا طبعا علاج الطبيعي مش تخصصنا ادوية. احنا تخصصنا احنا بنعالج بالحركة. بالحركة. وبالوسائل الفيزيائية. ام. انما الادوية ده تخصص بقى مختلف ثاني اللي هي العلاج بالدراجز او الادوية. لان في مشاكل ممكن تبع عنده الطفل تحتاج علاج دواء ايه? زي كده الشد مسلا. الشد او التشنجات. يعني بعض الاطفال الاس بي او الاطفال اللي هم الشهر الدماغي تبع عندهم تشنجات. يحتاج متابعة مع دكتور مخ وعصاب. تمام? في كمان جراحة مخ وعصاب. اطفال. تمام? في اه دكتة العزام. لو طفل عنده مشاكل تشوهات اه نتيجة مسلا نقص في بعض المكونات زي الفيتامينز او نقص الكالسيوم. متابعة. وبرضو بيكون عنده مشاكل في الجاز الهضمي. اه ممكن. اه مشاكل فعلا مشاكل الجاز الهضمي نتيجة قلة الحركة نفسها بتسبب مشاكل الجاز الهضمي. ودي كمان ممكن تأثر عليه في الجلسة. اه. ممكن مسلا بيكون عنده مشكلة في الجاز الهضمي. ففي الجلسة لا مش مش مرتاح. مش مرتاح. شوف انت قلت كلمة مش مرتاح. اه فبرضو بتقصر على الجلسة بتاعته. برضو لازم. بالضبط. لان انت اه المشاكل في الجلسة الهضمي فاكر لما كنت بكلمك على موضوع التوتر العصبي. مع الجلسة الهضمي هضمي اصلا فيه عضلات بتحرك في الجدران بتاعت الجلسة الهضمي. لو وصل لها اشارة مش طبيعية. هيحصل التوترات دي. هيحصل التقلصات فيها. تمام? انا عاوز اقولك ان التوتر العصبي ده بيزيد مع الانفعال. او مع الالم او مع لو طفل بيعيط. فلا هو مش مرتاح زي ما انت بتقول. ده هيزود التوتر العصبي عنده بقية جسمه. فالحركة بتاعته مش هتبقى طبيعية. تخيل? فمحتاج يعني متابعة مع تخصصات البيئة اخرى. بالاضافة ان فيه برضو تدخلات جراحية. تمام? تدخلات جراحية عشان نحاول نقلل الشد ده عشان على قد ما نقدر. انا عاوز اقولك ان الحركة الغلط او يعني الطفل بتحرك بشكل مش طبيعي. في مجال معين وبيهم المجال تاني بيحصل قسر في بعض الاوطار. التوتر العصبي نفسه اللي كلمتك عنه ده مع الوقت ممكن يؤدي الى قسر وشد في بعض الاوطار. قسر وشد في بعض الاوطار هيقلل مجال الحركة. يعني مثلا ايه تخيل معي مثلا. انا بعرف ان انا اعمل ايدي كده عشان امسك الاكرة ولفها. تمام? لو حصل نتيجة الشد العصبي ان الاوطار بتاعت ايدي دي اصرد. مش عارف ان انا افردها. مش عارف استخدمها. نفس الفكرة لو في اللي هو الاكيليستندون او اللي هو عضلة السمانة مثلا. حصل فيها شد. هيقلل مجال الحركة في الكاحل او الانكل. فالمشيها نفسها هتبوز. مش هتبقى مزبوطة. نتيجة ان الانكل اصلا او القدم من تحت ما بتحركش بشكل سليم. فده اه ممكن في بعض الحاجات بتنفع مع العلاج الطبيعي او بعض الوسائل العلاجية في العلاج الطبيعي. لكن في حاجات تانية العلاج الطبيعي بيعجز ان هو اه يحله. تمام? ففي بعض الاحيان بنالجأ الى التدخل الجراحي. في طبعا انواع مختلفة جدا من تدخلات الجراحي. اه بعد كده. اه. 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 الطرق اللي احنا ممكن نعالج بها الشد او نقلل بها الشد. اه بالزبط. اه برضو ايه التوقيت المناسب للعملية. بزبط. عشان دي حاجة مهمة جدا. اه بالزبط. موضوع الشر الدماغي كان موضوع كبير جدا ومتعمك ولسه في حاجات كتير احنا ما تكلمناش عنها. فبرضو عايزكم سواء اه اللي بيسمعوني طلاب او اهالي اكتبوه لي في الكومنتات ايه المواضيع اللي مكتمين بيها او ايه المواضيع اللي انتم يعني مسلا ا بتلاحظها مع الاطفال. سواء ده ابنك او سواء مسلا اه طالب اه مسلا في الجامعة عايز يستفد اكتر. فتقول في الكومنتات. وطبعا في الاخر رحب هشكر دكتور ابراهيم يعني انا استفدت من البودكاست ده اكتر من اللي هيسمعوني. وفيه حاجة تانية عايز اقولها دكتور ابراهيم عنده قناة على اليوتيوب. اه هتستعني اللي هيستفد منها اكتر للطلاب عشان هيشرح فيها او بيشرح فيها مثلا الحاجات العملية بتاعة الاطفال سواء بقى بتاع المايلستون وهسيب اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. وكان معاكم دكتور مازن من قناة زا سيرابست والسلام عليكم.